السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تفاصيل الجولة قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الطارئ إذا لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأة نفط بالسعودية وأضافت شايلين هاينز أن وزير الطاقة ريك باري وجه قيادات الوزارة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة في باريس بشأن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي إذا لزم الأمر ونسقت الولايات المتحدة في بعض الأحيان مع الوكالة الدولية للطاقة عمليات السحب الجماعية للنفط من الاحتياطيات الدولية في شأن متصل قال وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأة نفط محليتين عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأضاف الوزير أن الهجمات على منشأة شركة آرامكو في بقيق وخريص أدت إلى تراجع إمدادات الشركة بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا أو نحو 50% من إنتاجها وقال الوزير إن جزءا من الفاقد سيعوض بالسحب من مخسونات النفط لدى آرامكو تذاعية هذا الهجوم امتدت إلى أسواق المال الخليجية وهوت على أثرها الأسهم السعودية 22.3% في تعاملات أول أيام الأسبوع في الأثناء قلل خبراء ومحللون من آثار الهجوم على الأسواق مع قدرة السعودية على تعويض النقص نعتقد أن المملكة العربية السعودية وفقا لما أعلنت ستحاول تعويض النقص في احتياطيات النفط في عامي 2015 و2016 زادت المملكة من طاقة الإنتاج قبل التوقيع على اتفاق أوبك لخفض الإنتاج لذلك هناك احتياطي كاف يمكن أن يساعد المملكة في الأيام المقبلة حتى يعود الإنتاج مرة أخرى وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأخمار الصناعية المحلل والاقتصادي مصطفى بازركام من لندن سيد مصطفى ما التداعيات المتوقعة للهجمات على منشأتين نفط أرامكو على الأسواق وما المدى الزمني لهذه التداعيات طبعا التداعيات ترتبط بثلاث عوامل رئيسية العامل الأول وهو تصريح وزير الخارجي الأمريكي الذي قال بالحرف الواحد أنه إيران خلف هذه الاعتداءات والنقطة الأساسية وهي تستهدف إمدادات النفط العالمية وليست إمدادات النفط السعودية فقط هذه طبعا يحول الموضوع إلى موضوع دولي بالنسبة إلى أسواق النفط النقطة الثانية وهي كما ذكرتم في التصريح إمكانية السحب من المخزون الاستراتيجي وهذه نقطة أساسية قل ما تستخدمها الولايات المتحدة ولكن يظهر أنه السوق الدولي الآن تتوقع ذلك رغم أنه قليل الاحتمال النقطة الثالثة والمهمة وهي متى ستستغرق هذا الخفض الإجباري في الإنتاج سواء الإنتاج السعودي أو إنتاج منظمة أوبك بصورة عامة هذا الذي يجعل أنه بعد عشر ساعات من الآن سيظهر أول تأثير على أسواق النفط وكيف ستقفز توقعاتي الشخصية أنه أسعار النفط ممكن أنه تقفز ثلاثة بالمئة تعوض عن خسائره يوم الجمعة كان هناك إغلاق بخسائر كبيرة هذه هي النقطة الأساسية متى وستستمر هذا الخفض في إنتاج المملكة العربية السعودية وأوبك كذلك نعم يعني تحدثت عن التصريحات الأمريكية بشأن السحب من الاحتياطي فإلى أي مدى يعني الولايات المتحدة جادة في هذا الأمر أم أن هذا تصريح مجرد طمئنة للأسواق بالتأكيد طمئنة يعني في السابق حينما تلوح وتعد الولايات المتحدة بسحب الاحتياطي الاستراتيجي تتأثر الأسواق إيجابيا ولذلك أنا أعتقد أن هناك وفرة في المعروض هناك وفرة في الاحتياطيات ولذلك لن يعني تجبر الولايات المتحدة على السحب من الاحتياطي وأنا برأي أنه الأفضل أنه لا يكون سحب من الاحتياطي وإنما سحب من المتوفر في الأسواق لحينما يعود الإنتاج السعودي لماذا؟ لأنه أي حصة من الأسواق يحوز عليها النفط الأمريكي أو أي نفط آخر لن تعود ولذلك أنا أتمنى أنه سيكون هناك عودة قريبة إلى الإنتاج السعودي وإنتاج أوبك أيضا نعم أيضا يعني في حديث المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية تلميح إلى خيارات جماعية محتملة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ترى ما هي هذه الاختيارات أو الخيارات؟ طبعا قد يكون هناك الخيار الأول وهو السحب هناك ثلاث أنواع من الاحتياطيات النفطية احتياطي لكل دولة هناك احتياطي تجاري وهناك احتياطي استراتيجي تشرف عليه منظمة الطاقة الدولية هذه أحد السيناريوهات السيناريوهات الأخرى وهي قد يكون هناك تفاهم بين دول أوبك ودول خابرج أوبك لزيادة الانتاج وتعويض عن النفط السعودي ضمن اتفاق أوبك بلاس وون لحينما يعود الانتاج السعودي أو قد يكون هناك يعني أفكار أخرى تطرح من جانب وزارة الطاقة الأمريكية خاصة حينما أتوقع أنه وكما ذكر وزير الطاقة سيكون لديه اجتماع يوم غد مع وزير الطاقة السعودي أشكرك شكرا جزيلا المحل الأقصدي مصطفى بازركان كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة البريطانية لندن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ ثمانية بالمئة بحلول عام الفين واثنين وعشرين وفي يوليو الماضي قال مدبولي أن النتجة المحلية الإجمالية نمى خمسة وستة من عشر بالمئة في العام المالي الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تريد تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو من خلال مواصلة جهود مبذولة لتحسين بيئة الأعمال فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفاتها وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة هذه جولتنا في السوق ما زالت معكم مشاهدين الكرام من القاهرة متواصلة وفيها نتابع بعد الفاصل جهات مالية تنظيمية تجري تحقيقا حول عملة فيسبوك الرقمية مرحبا بكم مجددا في السوق أوقفت الحكومة المصرية استيراد 250 ألف طن من الدواج وأجزائها بشكل مؤقت وذلك بعدما حدث من خسائر كبيرة في هذا القطاع لصغار المستثمرين الذين يمثلون 75% من السوق المحلية وتأتي هذه الخطوة من أجل الحفاظ على هذه الصناعة ضمن إجراءات حمائية تستهدف الحفاظ على الثروة الداجنة المحلية أعلنت الحكومة المصرية بشكل مؤقت وقف استيراد 250 ألف طن من الدواج وأجزائها الحكومة أوضحت أن القرار يأتي حفاظا على الصناعة الوطنية وقفنا مؤقتا لحين استقرار الأسعار عشان منحق أي خسار يبقى فيه السعر مرضي للمربي يبقاش فيه خسار عليه في نفس الوقت إحنا عندنا إنتاجنا اللي يكفي عندنا فرص تصدرية كبيرة إن شاء الله الدولة بتقوم بتسهيل وأعطاء تسهيلات كبيرة لكل المستثمرين في مجال إنتاج الدواجن من خلال توفير أراضي من خلال توفير مساحات تساعد في ضخ مزيد من الاستثمرات ولقي القرار ترحيبا من قبل الكثير من مربي الدواجن الذين تكبدوا خسائر بسبب كثرة المنتج المعروض ما أدى إلى اختفاء بعض صغار مربي الدواجن الذين تقدر بعض الإحصائيات مساهمتهم في الإنتاج المصري للدواجن بنحو 75% ويرى خبراء أن تطوير هذه الصناعة ضرورة ملحة لتحقيق استفادة عظمى منها منع استراض الدواجن من الخارج ده قرار حيدعم المنتجين كويس جدا وحيبقى مناسب لهم عشان يبقى البيئة جيدة للإنتاج بس في نفس الوقت المنتج ده عليه التزام برضو علشان يبقى بيساعد الحكومة في قرارها وهو أنه يبدأ يوفر الدواجن على مدار السنة بتكلفة أو بسعر من المستهلك ما يكونش مغالى فيه ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في أسعار الدواجن نتيجة أسباب عدة بينها اقتراب فصل الشتاء وزيادة تكلفة الإنتاج زيادة التكاليف الموجودة في الشتاء عن الصيف منتة فئة طبعا الوقت ده بيبقى فيه الفرشة نفسها بتزيد في العنابر حاجات دي كلها بتزود على المربي النهاردة شوف حدراك لتر السولر بكام لما حركت دف عمبر في فترة التحديم بس بيأخذ له مثلا من من خمس تلاف لست تلاف لتر سولر وتنتج مصر سنويا نحو مليار طائر تمثل سبعة وتسعين بالمئة من حاجتها وتحتاج إلى قرابة ستة وتسعين ألف طن لسد هذه الفجوة ويقدر حجم استثمارات الدواجن في مصر بحوالي خمسة وستين مليار جنيه مصري قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد الدواجن من الخارجي سيكون له العديد من التبعات من بينها اتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية وما تطلب مزيدا من رقابة على الأسواق لضبطها حتى لا يقع المواطن فريسة لاستغلال التجار أحمد مصطفى الغد محافظة الشرقية وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديوهات الغد بوسط القاهرة عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية سيد عبد العزيز اسمح لي أن أبدأ بما انتهى به تقرير الزميل أحمد مصطفى عن التوقعات بارتفاع أسعار الدواجن نتيجة هذا القرار ما رأيك في هذا التوقع؟ لا هو القضية مش قضية ارتفاع الأسعار أنا بتكلم على تكلفة إنتاج يعني في بعض الإخوة اللي تحدثوا في التقرير تحدثوا عن موضوع أنه فيه محد شغال في الأسعار القضية الأساسية عندي تكلفة الإنتاج وحينما اشتكى المرابين اشتكوا من إيه؟ اشتكوا لأنه عندي تكلفة الإنتاج مرتفعة وسعر البيع متدني للغاية وبناء عليه لابد أن نعمل سعر عادل يضبط منظومة الصروة الدجن حتى يستمر المنتج في إنتاجه يعني النهاردة الفراغ 17 جنيه في المزرعة تباع بقى دي دي المشكلة الأساسية الحلقات الوسيطة أنا مليش دعوة بها لكن أنا بتكلم عن المنتج الأساسي بيبيع بـ 17 جنيه تكلفته عشرين واحد وعشرين فأنت النهاردة تيجي تقوله لأ خلي بالك أنا هامنا على الاستراض وأنا بس خلي بالك ما تزود لا يا فندم أنا بتكلم كيفية وضع سعر يحقق التوازن بين التكلفة بنيكون عنده هامش ربح لأكبر مشكلة وده اللي تكلم فيه صغار المرابين ده اللي احنا بنتكلم عليه كيفية وضع موضوع الاستراض اقول لأ حضرات حسن بس بعد إيه ساعتك فضل احنا بنستورة تريبا خمسين ستين ألف طن كمية ضئيلة جدا بالنسبة لإنتاجنا أنا بنتج مليار طائر حوالي واحد واثنين من عشر مليون طن يعني أنا عندي كمية من المنتج بتاعت تستطيع أن تفي بحوالي سبعة وعشرين في المية يبقى أنا عندي الفجوة ثلاثة في المية نسبة ضئيلة جدا لكن الأساس عندي كيفية وضع السعر العادل عشان يستمر المربي في الإنتاج وإلا هيخرج بالمنظومة يبتدي عندي شحية بتتدي أسعار ترتفع لنناقش إذا سيد عبد العزيز كيفية وضع السعر العادل من الذي بيده وضع هذا السعر ليفصل ما بين مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة المنتج من جهة أخرى عندي جزئتين مهمين أنا النهاردة بنتكلم السمصرة هما اللي بيدوا على السعر وده كلام خطأ جاسيم مفروض أنا يكون عندي بورصة أو يتم وضع لجنة متخصصة من الفنيين والعلماء في هذا المجال يحددوا تكلفة المنتج أنا عندي الكاتكوت بكام؟ بيأكل عالف قدي عندي نسبة نافق قدي بحصنه بقدي وبناء على هذا الأمر أستطيع أن أقول تكلفة المنتج ده عشرين جنيه ياخد عشرة في المية يبقى بثين وعشرين جنيه ويثبت هذا الأمر من خلال وزارة الزراعة هي الهد لهذا الموضوع وتتابع هذا الأمر من خلال جميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية أما الشق الآخر الحلقات الوسيطة لأن النهاردة المستالج بيقول أنا مش شاعر أن هناك الانخفاض في أسعار الدواجة الدواجة ده بتقولي بسبعتاشر جنيه بثوانتاشر جنيه وأنا بقفاجأ بيبقى بسبعة وعشرين وثلاثين جنيه يبقى احنا عاوزين الحلقات الوسيطة عليها رقابة صارمة أنا ما عنديش تسعيد يبقى 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 أن احنا ناخذ بالأسعار الاسترشادية التي تخرج من الغرف التجارية حتى نستطيع أن نراقب التوميه راقب مباحث التوميه راقب عشان نقدر نوسط المنتج بسعر مناسب للمستهلك إذا عملنا الحلقتين دول واستطعنا أن احنا نحدد فيهم تحديد جيد هتنضبط منظومة استرواد داك دا في مصر مش القضية الاسترارات فقط لغير لأضيتي أننا كيفية تكون لك سعر عادل بالإضافة إلى توفير مستلزمات الانتاج المتواجدة والتي أقوم باسترارات حوالي 80% من أم الخارج نعم يعني سيد عبدالزيز نحن نعلم بطبيعة الحال أهمية ومحورية صناعة الدواجن في مصر لكن ربما لا يعرف كثير من السادة المشاهدين هذه المعلومة ما الذي تشكله صناعة الدواجن بالنسبة للاقتصاد المصري وكيف يمكن أن تدعمها الدولة لتستمر في دورها صناعة الدواجن أولا هي صناعة استراتيجية بتوفر 65% من البروتين الحيواني لأفراد المجتمع الاستثمارات فيها ربما تصل إلى 80 مليار جنيه يبقى أنا عندي استثمارات ضخمة جدا عندي قوة عمالة موجودة فيها وهي من الصناعات كسفة العمالة وبناء عليه دي يرجع أهميتها من توفيرها للبروتين الحيواني الرخيص السمن النهاردة بنقول كيفية أن الدولة تمد ياد العون حتى تنتشي الأزيز صناعة التي ليس لها أب شرعي من المفترض أصلا توفير المساحات من الأراضي الزراعية المتوجدة عشان أزرع الدورة الصفر بدل ما استورد من الخارج الدورة والصوية أزرع في مصر عشان ما استوردش من الخارج داني مرة واحدة أعمل هيكلة للمزارع الأديبة اللي هي نظام التقليد المفتوح وأبتدأ أحدثها وتبقى أنظام كلوز مغلق تزود الطاقة الإنتاجية بتاعتي إلى 80% بالإضافة إلى نعمل برصة محترمة بالإضافة إذا نحن نحط السعر العادل للمربي حتى يستمر في منظومة الصروة الدجنة في مصر وبناء عليه أنا بقول لحضرتك لو الدولة شجعت الناس ووفرت لها الأراضي المرفقة في خلال سنة بقول لحضرتك أستطيع أن أحاقق 3% المتوجدة وخلال سنة أخرى أستطيع أن أقوم بالتصدير في ظل هم الدولة أو المزارعين بتوفير مستلزمات الإداج من الضرة والصوية نقدر أن نحقق الكلام ده نعم إلى أي مدى تضرر عدد من المزارع خلال الفترة الماضية حيث شكل بعض من إغلاق ليس المزارع فقط ولكن أيضا ربما المجازر خلال الفترة الماضية ما مدى صحة هذا وما مدى إمكانية استخدام الغاز الطبيعي كمديل للسولار لتقليل تكلفة الإنتاج أنا عايز أبتدأ بفعلا الغاز لأن الكلام ده تكلمنا فيه كتير جدا الغاز يستطيع أن يوفر 70% من تكلفة التدفاع بالنسبة للدواجن وإحنا كنا نتكلمنا مرة واثنين على أن يجب أن يتم مدى المزارع حتى المزارع التي لا يمر عليها خطوط الغاز من خلال خزانات من خلال الجهات المعنية بمواصفات خاصة يتم مدى المزارع بها وده هتقلل نسبة التدفاع بالنسبة تصل إلى 70% دي جزئية مهمة جدا النهاردة لما نجي تكلم المزارع اللي اتضارت الغالبية العصبة من صغار المربين صغار المربين اللي هو بيبدأ من 5000 لحد 20 ألف 25 ألف ده صغار مربين ده بيعتمد أنه بيأخذ الكاتكوت من الشركات الكبرى والعلف والأبصال واللقاحات إذا حدث في نهاية الدورة نوع لم يستطيع أن يقوم بإيفاء مستلزمات للشركات الكبرى مش هيشتغل ودل حصل لأن الفراخ في الأولى الأخيرة بعض الشركات أو بعض المزارع باعت الدواجن بـ 15 جنيه ونص في خسائر فادحة تقدر الخسائر على ما أظن لا تقل عن نص مليار جنيه الخسائر اللي منه بيها وده هيؤدي إلى أن الناس الصغيرين هتفكر مرة واثنين وثلاثة في ظل أنه داخل على شتاء أنه هيخش في المنظومة ولا مش يخش في المنظومة لأنه عنده مخاطر كبيرة ممكن تحصل له بشاكل كبيرة جدا يخرج نائيا من المنظومة وده اللي احنا بنتمنى أنه نتكاتف جميعا لتعضيط صناعة الدواجن في مصر لأنه هي الصناعة القوية الراصخة التي يصدق أن تحقق تفاهي ذاتي غير أي صناعة أخرى شكرا جزيلا سيد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية كنت معنا من السيديوهات الغد بوسط القاهرة أفادت صحيفة فينانشل تايمز بأن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها المشفرة ليبرا وسط قلق متنامن بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في 26 بنكا مركزيا من بينها المركزي الأمريكي وبانك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل غدا لاثنين وتبعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها انتهت جولتنا في السوق وبقي أن نذكركم بأهم عنوينها واشنطن تستعد لاستخدام احتياطيها النفطي بعد الهجمات على منشآت سعودية مصر تتوقع نمو اقتصادها ثمانية بالمئة عام الفين واثنين وعشرين ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم إلا لكم